النادي الاهلي النهاردة قدى مرانو في ملعب مختار التيتش عشان يسافر الاسكندرية بكرا ان شاء الله بكرا الجمعة الفرقة هتسافر تبيت في الاسكندرية استعدادا لمباراة السبت الاهلي هي لاعب كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية دي مباراة العودة في دور الاثنين وثلاثين اللي ممكن من خلالها ان شاء الله الاهلي يدخل دور المجموعات لدور ابطال افريقيا البطولة الحلم طال غيابها على الاهلي طال غيابك ليه يا اسي لان الحقيقة الاهلي قرب كتير من قلب الاميرة السمراء وكل مرة تحدث ظروف مخالفة جدا ولا يتمكن الاهلي من استياد هذه الاميرة فنتمنى هذه البطولة في هذا العام يكون فيه من التركيز ما يكفي لتفادي كل الاخطاء اللي حدثت في المرات الاخيرة ومعظمها كان بيبقى في المباراة النهائية ريني فيلر المدير الفني بعد هذا المران اللي حضراتكم شايفين جانب منه اختار القايمة اللي سافرت للإسكندرية محمد الشناوي وشريف إكرامي وعالي لطفي في حراسة المرمة خد للأطراف أحمد فاتحي ومحمد هاني ومحمود وحيد استبعد علي معلول يعني محمود وحيد عنده فرصة للمشاركة أساسية خد في السردبكات أيمن أشرف ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وخد في الهاف ديفندرز ألو ديانج وحسام عشور وحمد فاتحي وعمر السولية خد في التلت الهجومي مجد أفشا ووليد سليمان وأحمد الشيخ وحسين الشحات ورمضان صبحي وجونيور أجيه وخد للفرود وليد أزارو وصلاح محسن وليد أزارو المهاجم المغربي الكبير بيعود بعد غياب طويل للإصابة نتمنى له إن شاء الله التوفيق علشان حتى حالة عدم التوفيق في إحراز الأهداف أو استغلال الفرص اللي لم توليد أزارو خلت الناس تبقى كتير قلقانة شوية مع شيء من الهدوء مع شيء من إن الضغط النفسي والمعنوي والجمهيري والضغوط الإعلامية كمان تقل شوية نتمنى إن وليد أزارو كمهاجم كبير وكهدف خطير يستعيد قدراته التهدفية إن شاء الله خرج من هذه القايمة للإصابة مروان محسن اللي حضراتكو تابعته وجريت ليه جراحة لعلاج كسر في عظمة الوش هيغيب خمس أسابيع ومحمود متولى عنده مزقف العضلة الخلفية كمان هيغيب خمس أسابيع يعني الاتنين متولوا مروان خمس أسابيع قادي الناس اللي كان بتتكلم على الزحمة وقادي الناس اللي بتتكلم على الأهل عنده لعيبة كتيرة والأهل هيحشد لعيبة وهيجرش لعيبة بتشوفوا مباراة واحدة بدأ بها الموسم اتعور اتنين كل واحد فيهم هيعود له شهر ونص ربط كلام ولسه ما بدأناش خرج برضو لأسباب فنية أو للإراحة علي معلول وصالح جمعة وجيرالدو العميد محمد مرجان المدير التنفيذي قال انه الترتبات كلها جاهزة ان شاء الله لاستقبال الجماهير انتوا عارفين انه القرار الامني بيسمح بحضور خمس تلاف مشجع فقط لهذه المباراة وزي ما قلتلكم بشيء من الانضباط بمزيد من الالتزام بإذن الله الخمس تلاف في المباراة التالية هتزيد وترجع الجميع الناس كلها عندها هذه الرغبة والإرادة موجودة بس مش عايزين كل ما نتقدم خطوة في هذا الملف تحد الظروف ونتراجع خطوات تانية لا قالية توزيع التذاكر قالية ضمان حصول المشجع على تذكرته بشكل كريم ولائق المسألة ماشية بشكل جيد جدا فنتمنى ان شاء الله انه بمزيد من الانضباط والالتزام نأمل ان شاء الله ان الساعة تزيد في الفترة اللي جاية المباراة هيديرها الطاقم تحكيم من بوتسوانا وصل للقاهرة بالفعل مساء اليوم والمرائب هيكون من اسيوبيا ترجمة نانسي قانون